السلام عليكم متابعين قناة شوكر تيك توك إذن مع المنتخب الجزائري دائما وبالصور تدريبات الخضر في تربس مالابو وسط أجواء رائعة أجرى اليوم منتخب الجزائري أول حصة تدريبية في التربس المغلق بمالابو في غنية استوائية استعدادا لمواجهة الكاميرون الجمعة كما نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف أول الصور لتدريبات التي شاهلت تركيز اللاعبين بشكل جدي وسط أجواء رائعة في تدريبات على أمل الفوز في التحدي القادمة كما يسعى القائد رياض محرز وزملائه للإطاحة بالخصم الكاميروني بملعب جابوها بملعب جابوما قصد وضع رجل في مونديال القطر وصلني هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد عن منتخبنا الوطني